إلى الرأي العام العالمي بيان وجه مجلس الإدارة الذاتية للأيزيديين في سنجار غربي نينوى بياناً إلى الرأي العام العالمي طلب فيه بحالة جميع معتقلي عناصر تنظيم داعش إلى القضاء بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من اقتصاب وقتل واستعباد وخطف للأقليات في سنجار وسهل نينوى تشكيل محكمة دولية ومختصة لمحاكمة المجرمين والفاعلين والمساهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفق قانون الإرهاب النافذ إحالة المجرمين من عصابات تنظيم داعش إلى محاكم عراقية مختصة الذين ارتكبوا جرائم داخل الحدود العراقية ضد الأقليات الدينية في سنجار وسهل نينوى ودعت الإدارة الذاتية ورابطة المرأة الأيزيدي في سنجار عبر مؤتمرهم الذي عقدوه في القضاء إلى تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المجرمين والفاعلين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفق قانون الإرهاب النافذ كما طالبوا بحضور هيئة مختصة من الأيزيديين وأذوي الضحايا أثناء المحاكمات نحن حضرنا هنا كنساء من أجل إيصال صوتنا إلى المجتمع الدولي كون قضيتنا دولية وليست محلية المطالب هذه أرسلت نسخة منها إلى الحكومة العراقية والتحالف الدولية لمحاربة داعش وإدارة شمال وشرق سوريا بغية العمل بها إنصافا للظلم الذي تعرضت له الأقليات تحديد محكمة في شمال شرق روش آفا نحن كمكون الأيزيدي نطالب أخواننا أن يكون أهالي سنجار لهم التمثيل الفعلي في ذلك المحكمة ونحن نطالب ونتعى بأنه أهالي سنجار لهم دعوة قضاعية على جميع دواعش المجرمين الذين تم أسرهم وفي محور آخر يستمر قضاء سنجار في توتره الذي لا يزال قائما حول المنفذ الحدودية بين سنجار وسوريا فالأيزيديون يتمسكون ببقائه مفتوحا كونه فتح لأغراض إنسانية لكن المراقبين وصفوه بالتغرة التي تحاول ضرب الاقتصاد الوطني العراقية عبر إدخال العملات المزيفة من سوريا واستخدامه لغايات التهريب والأعمال غير الشرعية قوات حرس الحدود والقوات الأخرى الساندة المتواجدة في سنجار أن تعيد صياغة أو ترتيب الحدود مع الجانب السوري من أجل إيقاف هذا المنفذ الجديد للمهربين أو للمتعاونين مع المهربين في تلك المنطقة إيقاف ليس فقط تهريب العملة وإنما تهريب الأسلحة وتهريب المخدرات والبشر وحتى ربما الإرهابيين وأطلقت الحكومة الاتحادية برنامجا ليعادة استقرار القضاء لكن استمرار التدخلات الأقليمية والصراعات على الإدارات يحول دون ذلك بحسب مراقبين أيسيديين من الموصل هيثم أحمد الحرة ترجمة نانسي قنقر